السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا رح نبدأ الفيديو اليوم بنداء الحكومة الألمانية على صفحاتها الرسمية نداء للمواطنين للانتباه حول موضوع الحرائق وخاصة في ظل الآن حرائق الغابات في ألمانيا في مقاطعة زاكسن وفي مقاطعة أيضا بغندنبوك والسيطرة على الحريق لم تتم لحد الآن بشكل كامل الدول الأوروبي أخرى بتعاني بشكل أكبر برتغال، سبانيا، إيطاليا بسبب موجات الحرارة والجفاف اللي عم نشهدها في السنوات الماضية في ألمانيا الآن أيضا نعاني من حرائق الغابات ولذلك دعت الحكومة الآن في منشور لها المواطنين إلى الانتباه حول موضوع الحرائق يعني خطر بسبب الجفاف يعني ساعدوا في منع حرائق الغابات كيف نقدر نحن ننتبه ونساعد انه ما يصير في حرائق في الغابات عن طريق الغوخ فبوت بأختن يعني ننتبه لموضوع منع التدخين ممنوع نرمي في الغابات عقب السيجارة المشتعل نرمي ممكن يلقط النار وبالتالي نحرق غابة كاملة ونحرق يعني متسبب بخسائر بيئية واقتصادية ويعني حرائق وعم شوف عم يتم إجلاء الناس من مناطق معينة فلازم ننتبه أولا لموضوع السجائر النقطة الثانية يعني ننتبه أن نصف سيارتنا فقط في الأماكن المخصصة أحيانا لما يكون الجو حلو الناس تتجه للغابات للمناطق السياحية ففي أماكن مخصصة لركن السيارات أحيانا بعض الناس تركن سياراتها بشكل عشوائي داخل الغابة فأحيانا مثلا يعني السيارة نفسها والقطع الموجودة في السيارة تكون حرارة عالية جدا تحته إذا فيه أيضا مثلا إذا فيه أعشاب يعني جافة جدا ممكن تلقوا طنار فلازم ننتبه لهذا الموضوع أيضا هي إحدى الأشياء المهمة ننتبه لموضوع الشوي في ألمانيا فيه أماكن مخصصة دائما للشوي المفروض نلتزم فيها ما نروح نشوي بشكل عشوائي في أي مكان فيه خطار أو غابة فهذا كمان خطر يعني خاصة لما منخلص ما نرمي الفحم بيكون لسه مشتعل في أي مكان ممكن أيضا يؤدي للحرائق فهي النصائح السلاسل الرئيسية اللي وجهتها الآن الحكومة للمواطنين ونداء يعني للجميع أنه ننتبه لتصرفاتنا بشان ما نتسبب بأي حريق ننتقل لنا الموضوع التالي الإحصائيات الأولية عن نسبة التضخم في ألمانيا الآن أيضا تراجع طفيف جدا في نسبة التضخم فانخفضت الآن نسبة التضخم إلى 7.5% أي أن أسعار الأشياء بالمتوسط في كل ألمانيا على كل المواد وكل شيء هو أعلى بنسبة 7.5% عن نفس الشهر في العام الماضي يعني بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي فالآن تراجع طفيف لنسبة التضخم الآن للشهر السابق يعني لشهر يولي فعنا 7.5% في يولي فعنا في الشهر السادس يوني كانت نسبة التضخم 7.6% فنحن نخفض لنا مقدار 0.1% وعنا في شهر ماي كان نسبة التضخم 7.9% يعني صار في مدة شهرين في انخفاض طفيف جدا بالتضخم ولكن نحن عم نشعر أن التضخم عم يزداد فما هو السبب؟ هاي نسبة التضخم العامة اللي نحن عم نتحدث عنها أما في سلع معينة أو أشياء معينة عم تضخم أسعارها بشكل أكبر فمثلا نسبة التضخم الآن على أسعار الطاقة في ألمانيا وصلت إلى 35.7% أي أن الطاقة الآن في ألمانيا بسبب أزمة الغاز وكل الأشياء أغلى بـ 35.7% من نفس الشهر من العام الماضي فعنا نسبة التضخم إذن في بعض الأشياء بعض السلع مثل الطاقة الآن أعلى بكثير 35.7% المواد الغزائية لنارونغ سمتل كمان 14.8% أي أن أسعار المواد الغزائية الآن أغلى بـ 14.8% عن نفس الشهر من العام الماضي ففي عنا قطاعات معينة نسبة التضخم طبعا أعلى بعضنا سحية مثلني أنه كيف نسبة التضخم بألمانيا 7.5% مثلا هلا ولكن سحيح أن الأشياء لأغلى بكثير صحيح المواد الغزائية أغلى نسبة التضخم فيها أعلى الطاقة نسبة التضخم لسا فيها أعلى أكثر فبالمتوسط لدينا نسبة التضخم 7.5% الآن والآن نعمل مقارنة مع نسبة التضخم في الاتحاد الأوروبي نسبة التضخم في الاتحاد الأوروبي الآن 8.9% أي أن نسبة التضخم في ألمانيا لا تزال أقل حتى من متوسط التضخم في الاتحاد الأوروبي فهل من المتوقع أن الآن تستمر يعني الآن يستمر التضخم أم يتراجع؟ هناك انقسام في الآراء بعض الخبراء يقولوا لا نحن خلاص وصلنا إلى قمة التضخم المفروض منذ الآن نشهد تراجع مرة أخرى إلى المستويات الطبيعية والبعض أعتقد لا لا يزال أمامنا نسبة التضخم كبيرة جدا لعدة أسباب شفنا أزمة الطاقة الحرب على أوكرانيا كل هالأشياء فبعض الخبراء يتوقعوا أن تستمر نسبة التضخم بالارتفاع ولكن ما هي القرارات الكبيرة التي يتم اتخاذ الآن لمواجهة التضخم؟ القرارات هي على الشكل التالي رئيسة البنك المركزي الأوروبي شفنا قبل عدة أيام رفعت نسبة الفائدة في الاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ 11 سنة بنسبة 0.5% يعني كانت صفر صارت 0.5% فرفعوا نسبة التضخم ما بيدروا يرفعوا أكثر من هيك لأن هذا الشيء كمان بيأثر على الدول وديون الدول وخاصة دول جنوب أوروبا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان يعني ممكن حتى هذا الشيء يدفعوا للإفلاس فأيضا إذن هو خيار صعب جدا الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى رفعوا البارحة أيضا نسبة الفائدة بمقدار 0.75% حتى يوصلوا إلى حواية 2.5% الآن فالولايات المتحدة الآن عبترفع نسبة الفائدة بشكل أعلى بكثير أيضا لمواجهة التضخم هناك لنسبته أعلى من 9% ننتقل الآن إلى الموضوع التالي، مثل كل شيء عبغل حوالينا الآن الحكومة الألمانية قررت الآن أيضا رفع رسم الاشتراك لشركات التأمين الصحي الجزاتسليشي خانكنكاسن طبعا الآن مرة أخرى شفنا العام الماضي رفع في السوزات سبايتخاك هذه السنة في بداية 2013 سيتم يعني رفع السوزات سبايتخاك مرة أخرى لحتى نفصل ونفهم كليةنا الموضوع كيف بألمانيا كل شخص فينا نحن ندفع تأمين صحي فنسبة التأمين الصحي المدفعه والرسم التأمين الصحي للجزاتسليشي خانكنكاسن مؤلف من جزئين الجزء الأول هو الـ Grundbeitrag وعننا السوزات سبايتخاك الـ Grundbeitrag هو سابط 14.6% من البروتو لون المدفعه والسوزات سبايتخاك هو الرقم هذا المتغير الذي يختلف أحيانا حتى من شركة التأمين الصحي إلى شركة أخرى فالآن الحكومة الألمانية قررت السماح برفع رسم السوزات سبايتخاك هذا بنسبة 0.3% بمعنى من 0.3% إلى 1.6% فصار عنا 14.6% زائد 1.6% فوصلنا الآن إلى 15 أو 16.2% يعني رح يكون رسم الاشتراك للتأمين الصحي بشكل رئيسي أن نسمح لشركات التأمين لانتصال لهذا الرقم وهذا سيتم تطبيقه على أغلى من بداية العام القادم طيب لماذا الآن هذه الخطوة؟ لماذا يتم الآن رفع رسم التأمين الصحي؟ رسم التأمين الصحي يجب رفعه بسبب وجود عجز لدى شركات التأمين الصحي الجزئي خانكنكاسن بقيمة 17 مليار يورو ولسد هذا العجز الآن يجب أن يتم رفع هذا الرسم أيضا على المواطنين وعلى كل العاملين وأيضا الحكومة الألمانية بنفسها ستقوم أيضا بتقديم أموال بشكل مباشر يعني تسوشسه لشركات التأمين الصحي الآن مقدارة 2 مليار سيتم تقديمها أيضا لشركات التأمين الصحي وفي إجراءات أخرى يعني ما رح ندخل بتفاصيل كثير فهذا هو الإجراء الرئيسي اللي بمسنا كلياتنا الآن أنه من المتوقع أن يتم الآن رفع رسم التأمين الصحي مرة أخرى عن طريق رفع سوزات سبايتخاك بتعرفوا بحب دائما نعطيكم فكرة واسعة يعني عن كل موضوع نتحدث عنه فليش هذا العجز الآن موجود هال 17 مليار من أين جاءت من أين نشأت نشأت لعدة أسباب السبب الأول يعني بمعنى زيادة عمر المجتمع نعرف أنه نسبة الشيخوخة عبتزداد الآن في ألمانيا ونسبة الشباب عبتتراجع فبساط التكنولوجين طبعا أيضا التقنيات يعني عبتتتحسن يعني الأجهزة عبتتصير أغلى فكل هالخدمات الصحية اللي عبتتبنت قديمة عبتصير مكلفة أكثر أيضا بنفس الوقت مع تقدم التكنولوجيا تناقص عدد الناس اللي عب يدفعوا الآن رسوم التأمين الصحي لأنه عم نشوف عب يتراجعوا عدد الشباب عب يزداد نسبة الشيخوخة وبالتالي عدد الدافعين لشركات التأمين الصحي عب يتراجعوا وبالتالي يعني أيضا نسبة الأموال المواصلة إليهم أقل وطبعا أجاءنا لسا البنديمي يعني أيضا الجائحة اللي كنا فيها صلى سنتين يعني أيضا تسببت بأنه شركات التأمين الصحي دفعت مبالغ كبيرة جدا جدا أنفقت في السنتين الماضيتين وأيضا إذن الأسباب الرئيسية هي هي الآن فتراكم هذا العجز يعني أدى الآن إلى حدوث عجز مقداره 17 مليار ويجب الآن سد هذا العجز عن طريق رفع رسوم التأمين الصحي وأيضا مساعدات مباشرة من الحكومة الألمانية طبعا اللي بتم تقديمها عن طريق دافعي الضرائب كذلك ننتخل الآن للموضوع التالي صدور الإحصائية الآن من المكتب الانتحادي العمل بوندس أجنت هو في آبايت عن موضوع نسبة العاطلين عن العمل في ألمانيا ازدادت الآن نسبة العاطلين عن العمل في ألمانيا وارتفعت إلى 2.47 مليون شخص بأي بزيادة قدرها 107 تلاف شخص عن نفس الشهر الماضي يعني شهر يوني الشهر السادس فمن الشهر السادس للسابع الآن ازداد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 107 تلاف شخص وارتفع كليا إلى 2.47 مليون إنسان في ألمانيا وبهذا تكون نسبة العاطلين عن العمل في ألمانيا 5.4% أي بزيادة قدرها الآن 0.2% فمن أين جاء هذا الرقم ولماذا ازدادت الآن نسبة العاطلين عن العمل في ألمانيا علما أن نسبة أيضا الوظائف الشاغرة التي يعني تبحث عن شخص يملأ هذا الشاغر عبتزداد إذن الشغل فيه في ألمانيا فالسبب هو الآن حسب البندسة قدرته في آبايت هم وصول اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا والآن بدأ تسجيلهم أيضا في الـ Grundsicherung في ألمانيا وبالتالي بلشوا يدخلوا في الأحصائيات سابقا كان الموضوع أنه مفروض كانوا يمنوا أزول ففارن فما يدخلوا في الأحصائية الآن باعتبار دخلوا على الـ Grundsicherung في ألمانيا فهذا يعني أنه دخلوا في الأحصائيات أي يطلقوا مساعدات ولكن لم ينطلقوا بعد في سوق العمل العديد منهم وبالتالي يدخلوا الآن بهالأحصائية فهذا الشيء أدى إلى حدوث قفزة إلى حد ما أيضا في عدد العاطلين عن العمل فليس السبب يعني هو أنه هناك تراجع في الوظائف بتوفرة في ألمانيا وإنما تسجيل نسبة كبيرة دفعة واحدة علم أنه لازال هناك شواغر في ألمانيا وعمل نتقل لأن الموضوع التالي بعض الدول الأوروبية الآن توجه اللوم لألمانيا لأن ألمانيا تطلب الآن تضامن من الدول الاتحاد الأوروبي في توفير الغاز بنسبة 15% نعرف أن ألمانيا هي الأكثر تأثرة وهي الاقتصاد الأقوى في الاتحاد الأوروبي اللي تأثر الآن بالحرب على أوكرانيا وبالتالي أدى ذلك أيضا إلى تعرض ألمانيا ضغط كبير بسبب نقص ضخ الغاز الوارد الآن من روسيا إلى ألمانيا فالدول الأوروبية الأخرى منزعجة لماذا علينا أن نوفر نحن مع ألمانيا الدول المنزعجة من ألمانيا تحديدا هي أونغان، هنغاريا، رومانيا، غومانيا، سلوفاكيا، سلوفاكيا وفرنسا كذلك بشكل أو بأخر ما هو المطلب الآن الموجه لألمانيا؟ أنه كيف تطلب من ألمانيا أن نقوم بتوفير الغاز بنسبة 15% بينما لديها مفاعلات نووية وتقوم بإخراجها الواحد تلو الآخر من الخدمة أن الأولى بألمانيا أن تقوم أولا بالإجراءات المحلية الممكنة وهي الآن الاقتراح الموجود يعني أن المفاعلات الثلاثة التي تزالت تعمل تمديد عمليها وآخر سلاسة تم إخراجها من الخدمة عودة إدخالها إلى الخدمة مرة أخرى وبذلك يزداد نسبة الطاقة الكهربائية تزداد التي يتم إنتاجها في ألمانيا وبالتالي يتم الاستغناء عن توليد الطاقة الكهربائية من الغاز وتوفير هذا الغاز الآن للحاوس حالتي للتدفيع للشيطاء لألنا وللشركات هذا هو مطلب بعض دول الاتحاد الأوروبي طبعا ألمانيا دائما كانت عضو فعال في الاتحاد الأوروبي في كل أزمة تدخل ألمانيا وتنقذ الجميع سابقا لما انهر الاقتصاد اليوناني تدخلت ألمانيا وساعدت طبعا مع دول أخرى فرنسا والترويكا في إيطاليا في أيضا جائحة كورونا يعني كذلك ساعدت دول الأوروبي ودخلت وتحملت ديون مشتركة معهم رغم عدم حاجة ألمانيا لذلك وفي كل أزمة تحدث يعني مثلا أزمة اللاجئين كذلك ألمانيا استقبلت أكبر عدد من اللاجئين 2015 وحتى الآن القوارب يتصل أحيانا إلى إيطاليا أو إسبانيا لما بيصير خلاف حول ألمانيا أو فرنسا تتدخل وتتكفل بهم فألمانيا دائما يعني سياسة الخارجية جدا يعني متوجهة باتجاه الاتحاد الأوروبي ولكن الاتحاد الأوروبي وبعض دول الاتحاد الأوروبي الآن منزعج من ألمانيا ولا يريدون تضامن معها وهيك بنكون عملنا بشكل مشترك جولي على أهم المعلومات من ألمانيا إذا بتلاحظوا دائما بحاول أحطكم في صورة الأحداث بشكل واسع جدا في ألمانيا والحديث الدائر في ألمانيا والسياسة وكيف بتشوف الأراء وآراء مناقضة وانتقاد وكل هالأشياء يعني بحاول دائما أصلت الضوء عليها مشان ناخد فكرة عن طبيعة الحكم وشكل الحياة في ألمانيا وكيف يتم اتخاذ القرارات وكيف تتطور الأمور أتمنى أن أكون أعرفتكم خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة